بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتك وعروض شركة تي اف تي لشهر ديسمبر الفين تلاتة وعشرين الحقيقة تي اف تي فجأة الجميع عامل عرض مزل عرض جميل جدا تعالى نشوف العرض ده العرض ده عبارة عن ايه يقول لك اه انت هتحصل على 25 بالمئة تمام اه دي 25 بالمئة تمام اضافة الى 125 بالمئة بونس دي اللي هي استرداد استرداد الرسوم اضافة إلى 12.5 بالمئة دي بقى احلى حاجة في الموضوع 12.5% مكافئة مكافئة اللي هي الأرباح الخاصة بي البروفيت فيس 1 وفيس 2 طبعا هو عملها على حساب الـ 5000 والـ 25000 هو لم يذكر الـ 10,000 لكن هو عمل يبقى من 5000 إلى 25000 يبقى الـ 5000 والـ 10,000 والـ 25000 مفيش اي مشكلة وهتحصل على 12.5% من أرباحك في المرحلة الأولى والمرحلة السانية هذا العرض يا سادة كرام ساري حتى يوم 31 ديسمبر هتكتب هذا الكود هتحصل على هذا العرض وعملين عرض ثاني خاص مع 10% و92% ونصف مشاركة أرباح دي حاجة ممتازة جدا إضافة إلى 125% استرداد لكل التشالنج تمام؟ طيب خلينا نشوف العرض هنعمل الكود كده ونعمل نسخ تمام؟ ونشوف هذا العرض لما ذهبنا وكتبنا الستندر وخليناه 25 اهو تمام؟ وخليناه سوينج تمام؟ ونختار بلادفورم 5 ونختار 8كاب تمام؟ وكتبنا هذا الكود وكمان أضافنا الإضافة الخاصة بستة بالمئة و12 بالمئة يعني أنت لما تضيف الإضافة ديت تمام؟ كده أنت إيه؟ بتضيف بدل التراجع ما يكون خمسة بالمئة يومي؟ لا يعني بسمية للعشرة بالمئة لا هنجعلها 3000 ده هيكون أفضل دي المتاجر وهنضع طبعا علامة صح هنا وعلامة صح هنا على الشروط هتجد الكلام ده بكام؟ بمية وتمانين فاصل خمسة وسبعين تمام؟ اه طبعا لما تيجي تدفع من خلال باينانس او غيرها هتلاقي الفلوس دي هتزيد شوية تمام؟ لكن الموضوع حلو اه طبعا الموضوع حلو ومجدي جدا ولا تفوت هذا العرض العرض الثاني اللي احنا شفناه العشرة بالمئة لا ده عرض يعني هيتكرر أحسن منه تفاهم؟ خد العرض اللي مايتفوتش العرض ده لايتم تفوته تمام؟ طب ليه العرض ده لايتم تفوته يعني العرض الاول ده لايتم تفوته بينما العرض الثاني ده اللي هو بين يوم واحد حتى يوم 17 لا هتجد أحسن منه مافيش أي مشكلة اللي إلا لو انت عاوز تدخل الحساب الربعمية وبستعجل خلاص إدخل العرض ده مافيش اي مشكلة الحساب الربعمية او حساب التلتباة لكن انا بقوللك العرض ده اللي هو الخمسة وعشرين الف آımız لااء لابد ان تدخله يعني انت لو بس تعلي بالك ماتدخلش هذا العرض إلا لو انت قادر عليه قادر على إدارة حساب بُّكawat evident من الأرواحين تدخلوقش دخول حسابات كبيرة بمئة ألف بمتين ألف تلطمئة ألف فالرجل معتد ان هو يعمل عقد ستندر تمام؟ فيدخل عقد ستندر عقد ستندر لا يناسب مثل هذه الحسابات اللي هو الخمسة وعشرين ألف آه في ناس بتدخل بعقد ستندر ماشي مفيش مشكلة بس نسبة الخسارة بتبقى كبيرة ليه؟ انت معاك تراجع يومي 1500 دولار فمعنى ان انت تدخل بعقد ستندر عشرة دولار تمام؟ يبقى انت ايه؟ تطالب 150 نقطة اقاف خسارة في اليوم وخلاص انتهى الأمر انتهى أمرك تمام؟ 150 نقطة آه فالأفضل انت تدخل مثلا بدولار بنص دولار تمام؟ باثنين دولار ما فيش اي مشكلة تمام؟ انت لو حسبتها هو الراجل طالب منك قد ايه؟ آآ مثلا هنقول 10 بالمائة في الحساب الاسطاندر و 5 بالمائة يعني 15 بالمائة في حساب بـ 25000 آآ يبقى هو طالب منك 3750 تمام؟ 2500 مرحلة أولى و 1250 مرحلة تانية تمام كده؟ هنخليهم 4000 هنفترض انه هو لسهولة الحساب انه هو طالب منك في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية 4000 دولار تمام؟ وانت عايز تعمل آآ مثلا هنقول 6000 دولار ربح ليك انت تمام؟ عشان انت هتسحب منهم 80 بالمائة خلي بالك انا قلتلك ليه 80 بالمائة هنا زي ما احنا تعلمنا في القانون لما يقول لك ايه؟ لما يقول لك هنا 92 بالمائة فهو كده وضع لك ايه؟ وضع لك استثناء تمام؟ استثناء على القاعدة العامة القاعدة العامة بتقول لك ايه؟ 80 بالمائة مشاركة أرباح لو وضع لك الاستثناء ده أصبح كام 92 بالمائة ونصف ما لم ينص على الاستثناء ترجع على طول للقواعد العامة اللي هي 80 بالمائة تمام هنا لم يذكر الاستثناء وبالتالي تماما لم يذكر الاستثناء ترجع للقواعد العامة اللي هي التمانين بالمئة ديبقى مشاركة الرباح هنا تمانين بالمئة طيب انا دلوقتي حصل على ايه؟ اولا هاحصل على اتناشر ونص بالمئة من السبعة واتلاتين على اتناشر ونص بالمئة اضافة الى المية خمسة وعشر بالمئة استرداد رسوم تمام? من المية وتمانين دولار او مية وتسعين دولار اللي انا دفعته اضافة الى التمانين بالمئة الربح اللي انا حققته اللي هو ستة لاف. تمام? وبالتاعي لي انا دفعت اه تقريبا مسلا مية وتسعين دولار فعلى الآن لكده حصلت مثلا على 5000 دولار 6000 دولار هل الأمر مجدي طبعا الأمر مجدي طيب تتعمل إزاي أنا هحسب لك الحزبة وبردك هقول لك اللوت سايز يبقى بكام لو عملت اللوت سايز ب1 دولار بحيث يبقى معك 1500 بيب في اليوم تمام وقلت الخطة ديت لمدة 6 شهور خطة منطقية جدا 6 شهور اه 6 شهور انت عملت كيام حطيت مثلا 190 دولار خليهم 200 دولار اعتبر نفسك دخلت حساب في الفوركس وضعت فيه 200 دولار تمام وإن 200 دولار دولت انت هتسحبهم 5000 دولار افرح يا حسين هايجلس يا حسين حطيت 200 وسحبته 5000 أو 6000 فيه 6 شهور هل الأمر مجدي طبعا مجدي طيب يتم تنفيذه ازاي انا هدخل بواحد دولار تمام الصفقة بواحد دولار طالب قدي ايه على الشعم عشان اعمل الموضوع ده طالب اه 10,000 اه 4000 احنا قولنا 3750 هنقولها 4000 و 6000 لغة تارجت يبقى 10,000 نقطة تمام 10,000 نقطة في 6 اشهر او في 5 اشهر يبقى انا مطلوب مني كل شهر 2000 نقطة صافي اعمل 2000 نقطة صافي تمام في 5 شهور اقدر احصل على 5000 دولار 6000 دولار دفعت كم دفعت 200 دولار تمام خطة منطقية اه خطة منطقية اقدر امشي عليها امشي عليها طيب ده الطريق المنطقي تعلمنا مع بعض الطريق المنطقي في طريق تاني جون واعوانه لجانب بيعملوه يقولك ايه يقولك انا داخل احرق هذا الحساب ازاي انت هتحرق هذا الحساب يقولك انا كده كده يعني مش فرق معايا ايه 180 دولار ولا 190 دولار ولا 200 دولار حتى انا داخل ممكن الحساب ده يعمل لي اه 20 الف دولار 20 الف دولار يا جون ازاي هتعمل ايه يقولك انا داخل مسلا اه الصفقات break out افهم الكلام ده قوي break out طيب break out ده هتعملو ازاي يقولك انا داخل بعد ايوا بس علي يوسف بيقولك دول 150 بيب ايوا ما انا عارف والله علي يوسف اقول 150 بيب انا هدخل اه مخاطرة 30 بيب او 50 بيب في الصفق بس العقد الستاندر ده لو اه سيبقولو مش معايا تمام فانا عايز انا عايز اربح اه 2000 بيب صافي 2000 بيب صافي في 10 دولار ب 20 1000 دولار 20 1000 دولار اه 20 1000 دولار تمام شهرين دولار لما اعمل 20 1000 دولار فالشركة تحصل على 3750 هنقول 4000 وانا الستاشر الف الباقية هحصل منها على 80 بالمئة فالعقد كده بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا دفعت هنقول 200 دولار وشوف انا حصلت على اه يعني اقول 15000 اخدت حوالي 15000 16000 تمام فهو بيحسب كده لو جت معايا 200 دولار دولار انا عملتهم 16000 دولار لكن المثال التاني بتاع جون ده نسبة مخاطرته عالية وعاوز حد يكون متمكن من استراتيجات بريك اوت وحد يكون قلبه يعني حديد البحديد هو الحساب اي تير واحد الفلوس ما تفرقش معاه وضع تحت كلمة الفلوس ما تفرقش معاه الف خط تمام لو الراجل محتاج الفلوس لا يمكن ينفذ هذه الخط تمام لو الراجل بيستدين بال180 دولار وال190 دولار دولت او معاه 100 وبيكمل 80 من اخوه من اقاربه مش هينفع ولله صح انه يعمل الاسترجدات لكن لو حد معاه باكيج مع الف دولار عاوز يخاطر بالحسابات كل ما يلاقي عرض في احدى الشركات روح عامل الحاجة ديت بتيجي اه ممكن يفشل مرتين دي طريقة من الطرق يفشل مرتين ومرة تيجي معاه انا بالنسبة لي باعتبرها مقامرة يعني الكلام ده بيعد مقامرة واصلوب متجرة غير مستحسن بالنسبة لي لكن قد تدفعك الظروف لحمل هذا الشيء بصراحة يعني بس يكون محسوب الموضوع هيبقى حلو معاك بس يكون انت حاسبها صح تمام زي ما نبهتك قبل كده لو انت غير مضرب على حساب الخمسة وعشرين الف ومعتاد على حسابات كبيرة مش هينفع معاك الموضوع لو كانت مضرب على الموضوع صعب يعني الف وخمسون نقطة ديت و الف وخمسون دولار تشتغل في حسابات كبيرة هيبقى الموضوع صعب بالنسبة لها تمام لكن بالنسبة للناس اكتسبت الصبر اللي اشتغلت كتير في حسابات العشر تلاف والخمس تلاف هيبقى الموضوع بالنسبة لهم ممتاز جد تمام فانا هترك ان شاء الله الامرين هزا الامر هزا الامر تمام هعملها لك كده زي ما هيا كده تمام هعملها لك قبي تمام واتركها لك في صندوق الوصف علشان تقدر تستفاد بهذا العرض الممتاز جدا طبعا احنا بننبه ان ده حتى يوم 31 ديسمبر وخلي بالك ان هيكون هناك عروض من 24 ديسمبر ل31 ديسمبر تقريبا في هذه شركة عروض ممتاز جدا العرض ده حلو لكن العرض الثاني ممكن تجد عروض افضل منه في نهاية الشهر تمام العرض الثاني ده من 1 ديسمبر ل17 ديسمبر ده ممكن تلاقي عروض افضل منه في نهاية الشهر فالافضل نخليك في العرض الاول ده لغاية من شوف نهاية الشهر عروض اخرى في هذه الشركة بتوفي ان شاء الله